بسم الله أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من نومبر ون كل ما عندنا قدرة على وإمكانية على التغيير في الشكل حنعمل كده حاجات بسيطة جداً تفاصيل بسيطة بس فريق العمل دايماً شغال عليها دايماً هم عندنا تعديلات في الشكل على مستوى الجرافيك على مستوى الشكل حتى كمان في الستوديو قدر المستطاع علشان نحاول نرضي طموحاتكم نستجيب جداً جداً بكل اللي انتو بتبعته لنا نستجيب جداً بردود أفعالكم من خلال فيسبوك ومن خلال تويتر على قدر المستطاع بنحاول نعمل ده نرضي عندنا حلقة مهمة جداً إن شاء الله بإذن الله فيها أمور كتير جداً أنا عارف جزء أو قطاع مهاش قليل مهتم بموتش الكلاسيكو إحنا تقريباً في الديئة داخلين على الديئة 80 ما زال برشلونة وكالعادة يعني متقدم بهدف دون مقابل وإيه جديد وإيه اللي بيحصل تعالي يعني برشلونة وحالع بنقص لعيب أو اتنين أو تلاتة برضه وعندش مشكلة حيعرف يكسب ريال مدريد هبقى تكلم في جزئية بس لما الموتش يخلص وحنبقى يعني نقول شوية حاجات كده ليه علاقة بالكلاسيكو بعد ما ينتهي الكلاسيكو اللي تقريباً بيتابعه 650 مليون بني آدم حوالين الأرض متخيلين الموضوع عمل إزاي هتكلم في الجزئية دي وحندردش فيها سوا مع بعض بماشيات الرحمن طيب عايزة بتدي بقى بإيه عايزة بتدي بإيه التعديلات اللي عملها الاتحاد الدولي ليه كرة القدم فيما يتعلق بكل قوانينه سبع تعديلات السبع تعديلات دولة أهميتهم في النهاية بيصبوا في حاجة واحدة بس في حتة واحدة بس مناش ده وإحنا بلي بيحصل عندنا بيصبوا في مصلحة كرة القدم إنه كرة القدم والأداء في الملعب يبقى مستمر قدر ومستطاع وبقاش فيه فرصة لإضاعة الوقت فزيادة المتعة شوف الناس بتعمل تعديلات طفيفة جدا جدا سبع تعديلات بس السبع تعديلات الهدف منهم حاجة واحدة بس إن انت حاجة تستمتع الهدف منه إنه أنا حافظ على متعة كرة القدم وسرعة الرتم وسرعة الأداء واللعيب ما تضيع عشو وقت ما بقى لك إحنا بقى عندنا إحنا إذا شوفوا تعديل العيب بيه يعني بتعرقل حس إنه قد ضرب برصاصة في رجليه طالع مسلا هناخد كرة باللد فقاها هتداله كوة كده بس على الماشي كوة عادي يعني بتحصل يعني ما بتشوفها تحس إنه قد داله بلطة في دماغه وعوره خماش حيقوم تاني ده هدور على بقية أشلق الجسم ويجمعها إزاي وينضيع وقت بقى وكل واحد بيتفنن في تضيئة الوقت لدرجة إنه آخر إحصائيات كانت بتتعامل على عدد ساعات اللعب الجوة تسعين دقيقة قال لك إنه في مصر ممكن توصل لستين دقيقة بس ستين دقيقة لعب والباقي كله تضيع في كرة القدم وحاجات كلها ماش إيجابية على الإطلاق السبعة تعديلات بقى على رأسها إلغاء الهدف إذا لمست الكرة ياد المدافع داخل منطقة الجزاء ونتج عنها هدف سواء متعمد أو غير متعمد متعمد أو غير متعمد يعني إيه يعني دلوقتي ماتش ولعيب راح شاية الكرة فجات في إيد آآ المدافع فقول لك إيده ثابتة هو قصه ما مدهاش لا مده ما مدهاش خلاص مده ما مدهاش خلاص ضرب الجزاء قال لك إلغاء الهدف إذا لمست الكرة ياد المدافع داخل منطقة الجزاء ونتج عنها هدف سواء متعمدا أو لا اتنين قال لك اللعب المستبدل ليس محتما عليه الخروج من منطقة الملعب بل يغادر من أقرب نقتله يعني دلوقتي إحنا التغييرات ده ما كنت بتتعمل من نص الملعب لا أقرب مكان ليك أخرج مدهاش وقت فأنت عارف اللعيب يقعد ياخد وقته وقال لها ما يخرج ويصفروله والحكة بيفضل يمشي وراه وهم يتلاقي لا الله تزفه عشان يخرج أخرج من أقرب نقطة ليك سواء في رقيتك كسبانة سواء في رقيتك خسرانة خلاص انجز ما فيش وقت ان احنا نضيع اللعب المستبدل ليس محتما عليه الخروج من منطقة في الملعب قلنا بل يغادر من أقرب نقطة له رقم ثلاثة اللعب أصبح مسموح له اللعبون أصبح مسموح لهم لمس الكرة داخل منطقة الجزاء في ركلات المرمة ماشي كده على اعتبار ان هم حيشوتوا الكرة ده من ضمن التعديلات بإمكان الحكم اشهر البطاقة الصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري وليس الطرد شفاهيا عكس ما كان هيحدث ده برضو ماشي قالك اذا لمست الكرة الحكم في احدى الهجمات بإمكانه اجراء اسقاط الكرة على عكس ما كان يحسب من قبل بانه الحكم مش موجود يعني ايه كلام ده دي من التعديلات برضو المهمة اللي تقف عندها يعني زمان أو الوقت اللي احنا شغالين به لما الكرة تخبط في الحكم ايه اللي بيحصل يقولك اكنها هوا طب كرة تشاطت خبطت في الحكم غارت اتجاهها دخلت جون صفر جون مناش دعوة الحكم هنا اعتباره عنصر من العناصر الهوائية انت اكنه هو والعدم سواق وما ينتج عنه هو محتسب دلوقتي لأ الحكم حكم بني ادم غريب عن الحداشر لعيب اللي هنا والحداشر لعيب اللي هنا فلما الكرة تخبط فيه بيعمل اسقاط ما هيش العملية بتكمل زي ما كان حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى ده فركلات الجزاء يعني فركلات الجزاء كان دايما بيقولك اللي اتنين بيقف بيقف برجليه اللي اتنين كده وبعدين يتحرك لقدام وبعدين بي مش عارف ايه وده غلط لازم لأ دلوقتي قالك في القانون بقى في التعديلات الجديدة لازم يبقى رجل منهم على الخط لو رجل منهم ادي لو احنا افترضنا جدل ان ده الخط بتاعنا اللي قدامنا ده رجل اللي تبقى على الخط عايز يحرك دي بقى لقدام براحت وفيش مشكلة بس احنا بنتكلم انه الخط ده خط اصبح خط اه لازم لازم حارس المرمى رجليه تبقى عليه علشان خاطر التنفيذ يبقى سليم لو رجليه قدمت لقدام يعني رجليه اللي اتنين طلعت لقدام خلاص هيعاد تنفيذ الركلة مرة اخرى قالك اتخاذ اجراءات تقديبية مشددة تجاه اللاعبين اللي بيصيروا المشاكل في الحقق البشري خلال الركلات الثابتة بس مش من ضمن التعديلات انه هم يدوا انذرات وكرود حمراء لراموس يعني ادي التعديلات بتاعة الفيفة هي اه ده مثلا ده الناس اللي هي بتعمل مشكلة في الحقق البشري الحاجات المتكررة بس حقيقة مش من ضمن التعديلات ان الحكام يبقى عندهم ضمير شوها ويحسوا بانه فيه لعيب اسم راموس مهمته الاساسية والاولى في كل مباراة من المباريات انه يعتدي على اللاعبين مهمته انه هو كوع في المداري مهمته انه هو ياخد واحد تحت كتفه كده زي ما عمل في محمد صلاح او واحدة زي اللي ادعى النهاردة اللي يونيل ميسي والمطشي شغال يعني هو المطشي لسه شغال والله طالعا بقول لحضراتكم دي قبل نهاية الشوت الاولاني الراجل ميسي داخل هيقطع منه الكرة وهو داخل مقابل لي ادي كوع لعيب مؤذي لعيب مؤذي يعني على الاقل المفروض يحطوله تعديلة من ضمن التعديلات دي جوه اللوايح طالما الحكام يعني تعديل اسمه تعديل راموس ادو راموس انذار دولو كرت احمر لما يعتدي على اللعيبة باسلوب خبيث ده بالعكس لابد ما يكون هناك تغليز للعقوبة للعيب سيء السلوك اللي زي راموس ده انا بتكلم عنه بتكلم عنه تحديدا لانه في حياتي ما شفتش لعيب مؤذي في كرة القدم تجاه اللاعبين المميزين زي زي ميسي ولنا ولنا بقى في الملعب كرة القدم العالمية بقى ستمائة مليون مثال كلهم او معظمهم بسبب هذا المؤذي المسمى راموس في النهاية اللي بيخليني مستفز جدا زي زي ناس كتير جدا بتحب كرة القدم وتحب اللعيبة الممتعة انه كل اللي بيحصل بيحصل تحت مرأة ومسمع من الحكام فيا ريت كانوا بعد السبع تعديلات دول يحطوا لنا تعديل تامن يسموه تعديل راموس يبقى باسم راموس علشان يبقى الموضوع شوية الناس تاخدوا بالها منه والحكام ياخدوا بالها منه بدل انهم ما بيعملوا نفسهم مش شايفين طيب تعالوا نشوف في تسعين ثانية ايه اللي بيحصل في مصر وفي العالم وبعدين نرجع نكمل كلامنا ونقول لكم تفاصيل كتيرة جدا جدا يلا بينا